ينضم إلينا من موسكو رامي القليوبي الأكاديمي والبحث السياسي أهم بك معنا سيد رامي الآن ربما عادت الأمور إلى الضبابية مرة أخرى الآن الجانب الأوكراني يقول إن الروس لم يسيطروا بعد على بخمت كل يدعي أنه يسيطر على بخمت من يفصل في ذلك؟ بالفعل هناك تضارب بين الروايتين الروسية والأوكرانية للوضع في بخمت ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه حتى إذا كانت هناك بعض المناطق أو بعض الأحياء في بخمت لم تسيطروا روسيا عليها فهي قريبة من تحقيق ذلك بعض أعمال قتال استمرت منذ أغسطس الماضي وكانت أعمال قتال مكسفة جدا أشبه بحرب شبارع مدن وعملت روسيا خلالها على بسط السيطرة على بخمت شبر شبر بيت بيت دار دار زنجة زنجة على حد تعبير إلى عقيد الليبي الروح المعمر القذافي وبالتالي حتى إذا بقيت هناك بعض المناطق فروسيا قريبة من بسط السيطرة الكاملة عليها ولكن المسألة الأخرى والعلى الأهم تكمن في أن بخمت في حد ذاتها أو أرتموفسك وفق التسمية الروسية والسوفيتية ليست لها أهمية استراتيجية كبيرة لا سيما بعد الضمار اللي في لحق بها فلم تعد تندرجه ضمن أوكرانيا المفيدة إنجاز التعبير طيب ولكن يا سيد رامي لماذا تهتم روسيا كل هذا الاهتمام بهذه النقطة يعني تبقى في نهاية الأمر بخمت مدينة صناعية كانت هادئة صغيرة للغاية هي نقطة في خط مواجهة يمتد لأكثر من ألف كيلو متر في الواقع الكوات الروسية توجهت نحو بخمت بعد بسط السيطرة على مدينتي بلسيتشانسك وسيفر دونيسك في مقاطعة دونيسك أو جمهورية دونيسك الشعبية وفق التسمية الروسية ثم بعد ذلك هذه السيطرة على بخمت تفتح أمام روسيا الطريق نحو التقدم نحو مدينتي سلافانسك وكراماتورسك الإستراتيجية تاني ولكن حتى هنا في روسيا وبين الأنصار العملية العسكرية وعلى قنوات زد الدعم للحرب على تيليجرام هناك اعتقاد بأن الثمن الذي دفعته روسيا من أجل السيطرة على بخمت مبلغ فيه وأنه ربما لم تكن هناك جدوى من استمرار ما هو الثمن؟ تبول هذه الأشهر ولكن من جانب آخر هناك أهمية رمزية لبخمت طيب ما هو هذا الثمن الذي كان مبالغا في حق بخمت يعني؟ في الواقع رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريجوجن كان يؤكد أنه يركز مقاتله في بخمت حتى يستطيع عسكريو الجيش الروسي تحقيق تقدم على محاورة أخرى لكن وفق بعض الخبراء العسكريين من بينهم وزير الدفاع السابق لجمهورية دونسك الشعبية إيجرس تريل كوف فكان يمكن استثمار هذه الموارد العسكرية بصورة أكثر فعالية ولكن في الأشهر الأخيرة كانت لبخمت كما فكرت أهمية رمزية لأن كذلك هي أوكرانيا أصبحت تعتبرها رمزا للصمود أمام روسيا بينما روسيا لم تحقق انتصارات كبرى منذ عدة أشهر فسعت أيضا لاستمرار في أعمال القتال فيها حتى بسط السيطرة الكاملة بالإضافة إلى ذلك أوكرانيا كانت تستثمر الوضع في بخمت وفق اعتراف الرئيس لديمير زيلانسكي لكسب وقت لانتظار وصول مزيد من الدعم العسكري الغربي تمهيدا للهجوم المضاد الذي تأخر بعض الشيء ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحدث في مرحلة قريبة فبالتالي أصبحت لبخمت تلك الأهمية لكل طرف حتى يشتتوا الطرف الآخر ويكسبوا وقت أكثر منها مدينة مدمرة في حد ذاتها هل هناك إعلان من جانب روسيا عن عدد الجنود الذين قدمتهم حتى تسيطر على بخمت إذا ما كانت سيطرت عليها يعني في الواقع منذ سبتمبر الماضي وزارة الدفاع الروسية لم تعلن عن أي خسائر بشكل رسمي في صفوف قواتها وبيحلول نهاية سبتمبر كان عدد القتلة في صفوف الجيش الروسي يبلغوا نحو الستة ألاف أما بخصوص مدينة بخمت فمن الصعب تقييم عدد هؤلاء لأن روسيا اعتمدت فيها على شركة فاجنر في عمليات عالية المخاطر داخل المدينة بينما كان الجيش يتولى الشراف أو يكون بعمليات على مخارج المدينة لقطع طرق الإمداد والمؤن عن الجيش الأوكراني فبالتالي إذا عندما ربما سيتم في مرحلة لاحق الإعلان عن عدد القتلة في صفوف الجيش ولكنه لن يكون كبيرا مقارنة مع عدد مقاتلي فاجنر هل تصدق يا سيد رامي التقارير العسكرية التي تتحدث عن أن روسيا خسرت في بخمت وحدها طيلة سبعة شهور ما يقترب من ثلاثين ألف مقاتل سواء أكان من الجيش أم من فاجنر الواقع كل ذلك يندرج ضمن التكاهنات وهنا في روسيا لا يتم اعتماد سوى الأرقام الصادرة عن وزارة الدفاع ولا يتم نشر سوى الأرقام الرسمية في وسائل الإعلام لأن مسألة عدد القتلة في صفوف كوات الجيش هي تشكل حساسية كبيرة للريء العام نظرا للذاكرة التاريخية النازفة منذ الحرب السوفيتية في أفغانستان ثم الحربين الشاشنيتين في التسعينيات الكرن الماضي وبداية الكرن الجديد فبالتالي هذه الأرقام التي تصدر في أغلب الأحيان عن المصادر الغربية أو الأوكرانية روسيا لا تعلق عليها بل يتم دائما التأكيد على أن الإعلان عن عدد الضحايا في صفوف الجيش هو من اختصاص وزارة الدفاع وهي الجهة الوحيدة المنوط لها الإدلاء بها سؤال الأخير لك يا سيد رامي وهو سؤال شبه عسكري الآن هل تعتقد حضرتك أن روسيا ستهنأ ببخمت بمعنى إذا ما كان سيطرت عليها تماما الجيش الأوكراني هل سيتنازل عن بخمت ألن يتحصل مثلا بالأطراف يعني في نهاية المطاف لن تجعل كييف الروس يهنأوا ببخمت صحيح ربما سيستمع الجانب الأوكراني إلى صوت العقل وينسحب من ما تبقى من الأحياء التي لا يزال يتواجد فيها لأن الآن حتى إذا لم تسيطر روسيا على بخمت بالنسبة 100% فهي قريبة من ذلك فبالتالي أي مقاومة أوكرانية لن تحقق لها سوى مزيد من الخسائر وهناك تسريبات إعلامية سابقة تؤكد أن واشنطن كانت تدعو كييف للانسحاب من بخمت لعدم تكبد مزيد من الخسائر في معركة لا فرصة لها والتركيز ربما على الدفاع عن محاورة أخرى أو الاستعداد للهجوم المضاد